ما أقول لكم في جماعة دعوة التبليغ وما يقومون به من زيارات وجوالات وجوجهم في المساجد والله يا أخي الكريم أنا أخ لكل المسلمين ولا أن تميل لأي جماعة إلا لجماعة الإسلام العامة وأحب لنفسي ولإخواني ولك أن ننضي قدما على ما كان عليه الرسول وأصحابه نتعلم ديننا ونعلم ما تعلمناه للناس بالحكمة والموعظة الحسنة وإذا دعوت أدع على بصيرة وعلم وبالطريقة التي سلكها النبي وأصحابه قال تعالى قل هذه سبيلي أدع إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون فلا أرض لي ولا لك أن ندعو إلى الله بجهل بل نتعلم والذي تعلمناه ولو حديث واحد أبثه للناس أعلمه الناس هذا من ناجي أما كوني مسلم وأنت مسلم أيضا فرب العزة يقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا في هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون أما الجماعات والتعصبات للجماعات وتأمير الأمراء على الجماعات وأنت معنا إذا لم تكن معنا فأنت علينا إلا ذا تألفوا قلبك أو اتقوا شرك لا نحب ذلك نحب أن نتأخى مع عموم المسلمين فهمت كلامي أنا عن نفس عم الشيخ ليس فيه يعني لا أتعصب لأحد ولكن هذا ما وجدت يعني اللي وجدت فيهم في الظل الظروف اللي تنمر بها يعني اللي لقيت معهم يعني أننا أخذنا عنهم أنت تعلمت أنت سمين أنت فهمت كلامي أنا فهمت كلامك السلام عليكم